اشتركوا في القناة نبدأ الحلقة على بركة الله الحلقة اليوم هو خمس برامج تعديل على الصور خمس برامج هسا راح نشوفها نتطرق لها راح نبدأ بها اللي هي اولا نفتح البرامج سيم راي فوتو ايدت فوتو شوب بيكسل بيكس ارت طبعا هلنا اكو بهين تعرفوهم اكو بهين جريدات هسا راح نتطرق لهم واحد واحد سيم راي نفتح البرامج برنامج جميل وحلو طبعا هو بيك تشجيل دخول بس انتما تحتاجه تنقر على صورة الفوتو هاي الموجودة تختار الصورة اللي ببارك هاي الصورة ساحنا راح نعدى عليها تعديل تضغط على هذا الخيار بالثاني خيار اللي جوه هاي تبدأ من البداية اولا نعدك ايدت اللي هو قص وتدوير ندورها تدوير نعم كروب قص ننقصها للصورة كروب قصت بعد خيارات اخرى اضاءة موجود بها الاضاءة حدة البصورة او الضبط التباين الحدة افكت اللي هي فلاتور تختار الفلتر اللي يعجبك طبعا فلاتور هاي هو احلى شيء بالبرنامج هو الفلاتور نختار فلتر اضاءة نسبة الاضاءة او الالوان اللي بيها طبعا حسب خبرتك بالبرنامج تقدر تضبط احلى صورة انت تريدها يعني هذا الخيار الخيار هذا ما الوجه المبتسم الحلو بيه يعدل يعني احبة احترافية تنتظره بس يحدد الوجه مبتك بعديا حسب اختيار السهناة توسية العين والزخور الخيار الثاني عندنا الابتسام اللي هو يجعلك يبتسم حتى صورة خوف يجعلك تبتسم وينزل من الابتسام يعني فالشي جميل الضعف او ماذا اسمه بني الضعف وجهك ويكوى ويسمنة هاي للضعفين اللي دون بيهم المسموان لا تعديل على الوجه اضغط باي مكان طبعا قليل الضغطة اضغط على الحبوب لعدك اسمه لك اخفاء للحبوب apply هنا اضافة شعر طبعا اضافة اي شعر بس عنوتيلا حاليا معدل فما رح تطلع الشعر مضبوط واخيرا اضافة رموش للعنون اه 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 او هيت رموش طبعا تطبيق حلو احترافي و جميل شوف خيره موش شوش طلع مهندة عراقي كمل بعدين نسوي لحفظ للصور هنا طبعا افكت ما اه اطارات للصورة يمكنك اختيار اي اطهار يعجبك نشوف شاوي نختارك اه احلى الصور بعدين سيف تم حفظ الصورة سيف هاي العلامة الفولدر سيف بكتر 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 البرنامج الثاني على مدل الوقت اللي بصراعه اه فوتو ايديت هذا البرنامج فوتو ايديت اضغط على البرنامج راح يبدأ تعديل انا طبعا نقل لك شن اخر الصور المعدل عليها نحن ناخذ هاي الصورة الجديدة نعدل عليها من الثاني من خصائص من خصائص البرنامج التعديل اضاءة فلاتور اه اطارات صور اكروب اصلا كروب قص طبعا نبدأ اه اه نتدوير ندور الصورة اول شي موافق اه كروب قص اه قص الصورة موافق اضاءة ادل على الاضاءة تباين زي نسبة تباين او تباين الاضاءة السطوع الالوان هنا نحدد الالوان ادل عليها على ما تطلع عليك باحسن صورة او باحسن معنى للصورة طبعا هنا في الاتر نختار الفلتر المناسب لانه اختار الفلتر فلتر فلتر واختار هذا الفلتر موافق اه اه هنا لديك هذا الخياري الاخير اللي هو التعديل او علي الحبوب اخفاء عيوب يسمونها اختار اختار الفورتشة اللي نشتغل عليها واضغط علي اي مكان تريد فورتشة عيون هنا ازالة العين الحمراء اكو اكو موبايات متاخص وراء اطلع لك العين الحمراء هنا ادرو الرسم اللي تبقى ترسم بعد وتعدل بها اطارات اطارات تنزيل عن طريق الانترنت و هناك خدقات تنزيل بعد تلك اطارات وافت اطارات اصابتع مثال كيفocus اطارات تطلع بأحسن صورة مهندة عراقية موافقة هذه الصورة التي لدينا طبعا هذه البرنامج ترى البرنامج الوراء اللي هو الفوتوشوب فوتوشوب الخاص بالاندرويد طبعا مه يشبه الفوتوشوب مه الحاسوب بس يمشي امور اول خيارين اللي هو خاصة بالانترنت فوق الخيارات الثانية واحد تشغيل كاميرا والخيار الثاني اختيار من الالبوم او الستاديو اختار الصورة نعدي عليها طبعا نقص تدوير نقص نقص موافق بعدين فلاتر نقص 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 اضبط برنامج ترى شغلات حصرية داخل البرنامج شغلات حلوة مثل ما شفناهم الساعة ما العيون والطارات نقص نقص البرنامج نقص البرنامج القبل الاخير بكسلر 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 برنامج معروف برنامج جميل وكل شغل بشغلات الفلاتر والتعديل على الصور نشوف واسح حاليا اول ما نبدي طبعا تدوير مادة الصورة ها طالعة مع وجه لازم اعدل عليها كل شوي هنون خيارات عندك كل شوي خاصة من هالجور هذرنا خيارات كل واحدة تضغط عليها تطلع عليك اكثر من خيار من هاسا عندنا قص هنون كروب اصل قص الصورة موافق الثانية تباين تباين حدة نسبة الالوان الحدة باللون نشوفه هنا صورة شفافة او صورة نعمة اشكال اخليك انت بعد تدخل بيها وتتعمق بيها طبعا كل ما تتعمق اكثر كل ما تشوفها احلى واحلى هنا قسم الفلاتر نشوفه الفلاتر هنا الثانية قسم الاضاءات والالوان الويس في الصورة تجي طبعا انتهي ستشوف وان اختار بس هذا القسم هنه ستشوف وان قاعد اختار بس هذا الخيار هذرنا كلهم قدامك بعد تقدر تنزهن انت تستفاد منهن قسم الاطارات اللي هو الساني عدي مفتوح بس هذر انت طبعا تقدر تنزل الباقية هذرنا كلهم بالانترنت تنزيل مجاني يعني مو بفلوس او اشياء ثاني هنانا الكتابة او الخطوط لعدك والاخير مال اضافة افكتات اضافة نظارات جيجاير اي شيء شفقات كل شيء موجود بها برنامج كلش وحلو طبعا نخرج نشوف البرنامج الاخير اللي هو بيكس ارت طبعا بيكس ارت هو المعروف وكل الناس ستعرفه حاليا البرنامج التعديل على الصور برنامج كلش كبير وحلو واني الاستخدامه تقريبا الوحيد بهذا بهاي البرنامج كله تحرير اختار صورة نعطي علي طبعا هذا ينقسم الى اقسام نفس القبلة بس يكون اضبط وباللغة العربية ادوات هنا حجم انسج قص تحرير طبعا اذا صرت اختصاصه بواحد مئته لا يحتاج التعلم البقية لان كل هنا يصر نفس الاشياء التأثيرات فلاتر قسم الفلاتر هنا قسم الفلاتر والحلو بالفلتر من طرعات تقدر تعليبي وتنصي حسب اللي تريد موافق انت انت شوفه صح يتأخر بس هو يحاول يعالج لك للصورة باحترافية يعني بكسل بكسل يعالج لك اياه تأثيرات هو نفسه قناع اضافة خلفيات للصورة والوان الرسم هنا تقدر تضيف صورة فوق صورة مثلا هناك هذا الخيار اضافة صورة صورة اختار صورة ثانية تقدر تختار صورة ثانية وضيفها داخله الصورة الاولى يعني شغلها شغل فوتوشوب أي بالحاسبة وهم اخفاء وتفتحها تضليل الضللات الصورة تسببت الشفافة او النورمال او الاضاءة هذا الصورة طبعا هذا برنامج كبير تستطيع تعرف علي هنا بس الشغلة سريعة اللي هي النصوص اكو داخل النصوص يصير اه داخل خطوط اكو خطوط خاصة بك هنا اذا شوف الخط اللي عندنا هنا تكتب هنا هنا مهند مهند هنا عندك خطوط خطوط بالانجليزي خطوط بالعربي خطوط خطوط الخطوط الخطوط العربية امكن راح ينزلك بالوصف هنا الخطوط كل الخطوط العربية دقيقة هنا والنامج حلو وخفيف وكلش راح تستمتع به ان شاء الله تستمتعون استمتعتوا بالعرض للعرض اليوم وطولت عليكم بالوقت الى اللقاء في حلقة اخرى من مهند اراقي ارجو الاشتراك في القناة ودعمنا اضغط على زر لايك اذا اعجب اشترك هذه القناة واي شي تحتاجه اكتب ليها بالتعليق الى اللقاء في حلقة القادمة باي